أهلا بحضراتكم من جديد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ابتدى مبارح جولة أفريقية بتشمل ثلاث دول أنجولا وزامبيا ومزامبيق الجولة دي بتأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفرقى وكمان مواصلة تعزيز علاقتها مع دول القارة في مختلف المدلات يمكن منا زي ما قلت مواصلة تعزيز علاقتها مع دول القارة تحديدا ولو هنعود بالذاكرة إلى الخلفة لأن مصر بعد ما كانت خارج الاتحاد الإفريقي عادت بعد 30 يونيو بفضل الدبلوماسية المصرية إلى حضن القارة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي ثم ترقصت الاتحاد الإفريقي نهذا هنتكلم عن أهمية الجولة الأفريقية للسيد الرئيس عبدالفتاح سيسي وكمان هنتكلم عن الدبلوماسية المصرية بعد ثور 30 يونيو وطعظيم الدور الإقليمي والدور الدولي أيضا للدولة المصرية من خلال ضفنا الكريم العزيز الذي منورنا فيها سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأصباح صباح الخير بداية لما نجي نتكلم عن أهمية زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الجنوب الأفريقي حضرتك شايف يعني في أثار حتترتب على مثل هذه الزيارة بدون شك يعني طبعا الجولة للسيد الرئيس يقوم بها في أنجولا وزامبيا وموزنبيق هي بتأتي استكمالا لجولات أفريقية سابقة للسيد الرئيس ولعل كان في مقدمة هذه الجولات حضرتك زيارة السيد الرئيس لغرب أفريقي فبالجولة الحالية أعتقد أن السيد الرئيس يكون غطة يعني حسب ذاكرة يعني أول رئيس مصري يزور المناطق الجغرافية الرئيسية في أفريقيا بالنسبة أنجولا حضرتك أنجولا دولة مهمة دولة منتجة للنفط ولها تأثير كبير حضرتك في وسط أفريقيا وفي جنوب أفريقيا ودي زيارة أعتقد يعني زيارة هتعود بنتائج جيدة على التعاون المصري الأنغولي خصوصا في مجال حضرتك الاستثمارات والنفط بالنسبة للموزنبيك موزنبيك أعتقد أنه السيد الرئيس يعني ممكن يكون أول رئيس زار موزنبيك موزنبيك طبعا فيها أهمية كأول رئيس مصر موزنبيك أهمية زيارة موزنبيك موزنبيك حارتك اللي بيربط بين موزنبيك وأنجولا أنهما دولة الدولتين الأفريقياتين اللي يتحدثان باللغة البرتغالية فدي أول مرة يعني أول مرة يكون فيه التواصل بين مصر وبين الدولتين دولت على هذا المستوى الرفيع موزنبيك بقى حارتك يعني أن موزنبيك بتعاني من الإرهاب وجزء من الأراضي في موزنبيك منذ عامين تعرض لهجوم من تنظيم داعش لكن الجيش استطاع الجيش الموزنبيك استطاع أن يتغلب عليه لكن فطبعا خلال زيارة سيد الرئيس موزنبيك بموضوع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب سيكون من الموضوعات التي ستتصدر أجندة القمة المصرية الموزنبيكية في زامبيا طبعا زامبيا حارتك مع زامبيا تنظيرا الدول الأفريقية التي تقع في شرق أفريقيا دي كلها دول نحن نهتم بها جدا لأنه في حارتك يعني الحود النيل بيربط بيننا جميعا ولا شك أنه طرح وجهة النظر المصرية في بقى خلال الجولة سواء في أنجولا أو موزنبيك أو زامبيا طرح وجهة النظر المصرية بالنسبة لموضوع سد النهضة هام لأنه الأصدقاء في أفريقيا يهتموا جدا بالزيارات على هذا المستوى ولا شك أن أنا في تقديري أن الزيارة والمباحثات السيد الرئيس في الدولة التلاتة هتعطي قوة دفع للموقف المصري بالنسبة لسد النهضة بصفة خاصة والموقف المصري فيه القارة الأفريقية بصفة عام من الأهمية بمكان أنه الجولات الرئاسية لأفريقيا المناطق الجغرافية المتعددة في أفريقيا تكون حضرتك منتظمة وده وتواضح أنه يعني أن مصر حاليا حريصة على الانتظام في هذه الجولات الأفريقية اللي لا شك أن هي يعني بتعود بالنفع على المواقف المصرية ليس فقط في القارة الأفريقية وإنما في ساحات دولية أخرى نعم ساعة السفير يعني شارف حيك تتفق أم تختلف معي في ذلك أن مصر دفعت ثمنا باهضا أثناء يعني الأنظمة السابقة بسبب الابتعاد عن القارة الأفريقية وله أسباب سياسية في حينها يعني الآن تعود مصر وبقوة إلى حضن القارة الأفريقية بل بالعكس تتحدث مصر نيابة عن القارة الأفريقية في كبرى المحافل الدولية تحديدا نظرا لأهمية يعني البعد الأفريقي للدولة المصرية تحديدا شايف زي اهتمام الرئيس بالقضايا الأفريقية وحرصه أيضا على تبادل التعاون الثنائي ما بين الدول الأفريقية كما تعلمون حضراتكم الدائرة الأفريقية هي أهم دائرة من دوائر السياست الخارجية المصرية طبعا حضراتكم على دراية أن دوائر السياست الخارجية المصرية الدائرة العربية والأفريقية والإسلامية فحضرتك الاهتمام بأفريقيا ده اهتمام بيسب في مصلحة الامن القومي المصري لانه مصر كحضارة وكدولة وكمجتمع قائمة على نهر النيل ونهر النيل بينبع كما تعلمون من القرى الافريقية فمصر دولة افريقية قوة افريقية والتواجد المصري في افريقيا ده تواجد حضرتك يعني كما تعلمون ده بيرجع لأيام الفراعنة وحتشابسوت والقوافل المصرية بلاد بونت فالتواصل المصري الافريقيا نابع من حقائق جغرافية وحقائق تاريخية ثابتة لا تتغير بمرور الزمن طبعا انا اتفق مع حضرتك انه بتيجي اوقات لاسباب سواء لاسباب تتعلق بالداخل في مصر او تتعلق بتغيرات تكتيكية على مستوى التكتيك في السياسة الخارجية المصرية يبدو يبدو منها ان مصر تراجعت يعني عطية اولوية لمناطق اخرى او لقضايا اخرى ده طبعا يعني واحنا بنتحدث عن السياسة المصرية في افريقيا يعني اعتقد انه من الاهمية ان احنا نأخذ هذا في الاعتبار النقطة التانية انه اتفق مع حضرتك ان خلال السنوات القديمة الماضية البعد الافريقي في السياسة الخارجية المصرية كان من الابعاد اللي مصر بتركز عليها وتتذكرون حضرتك ان مصر تولت رئاسة الاتحاد الافريقي في الفترة من 2019 ل2020 وبالاضافة بالاضافة الى الدعوات اللي تلقاها السيد الرئيس المتعددة للمشاركة في المنتديات الدولية مع افريقيا يعني تتذكرون مثلا العسابيني مثال منتدى الروسي الافريقي في سوتش وده كان اول مرة روسيا تستحدث مثل هذا المنتدى مع القارة الافريقية كذلك حضرتك المبادرة الالمانية في اطار مجموعة ال20 للتعاون مع افريقيا وكان المستشارة الالمانية السابقة انجلا ماركل وجهت الدعوة للسيد الرئيس للمشاركة في هذه قمة الالمانية الافريقي كذلك مع الصين الهند فالتواصل المصري الافريقي بيتم عبر ثلاث مستويات او ثلاث محاور المحور الاول المحور العلاقات الصنعية ودوت تحدثنا منذ قليل على جولات السيد الرئيسة التي غطت المناطق الجغرافية في افريقيا المحور الثاني هو التنصيق والتعاون بين مصر والدول الافريقية في اطار الاتحاد الافريقي ثم المحور الثالث هو الحضور المصري في المنتديات الدولية للتعاون مع افريقيا اللي انشأتها القوة الكبرى والقوة البازغة يعني في اليابان كذلك كانت اليابان لها بدأت تهتم بالقرة الافريقية وبدأ يبقى في حضرتك لقاء او منتدى ياباني من افريقيا واليابان دعت السيد الرئيس في الماضي للمشاركة في هذا الاجتماع فحضرتك ادي في خلال السنوات القليلة الماضية مصر نشطت المحور الثلاثة اللي اشارنا اللي اشارنا اليها الانتقال او التوجه اللي احنا شايفينه في الفترة الاخرانية من التأثير المتنامي لفكرة الشريك او لفكرة الدور الفعال او شديد الفعلية في الفترة الاخيرة في القطايا الافريقية ده زي ما هو بيعود علينا بجزء كبير من النفع في العلاقات الطيبة والتجارية والاقصادية لكن بيعود بالعبء برضو على مصر في مواجهة كثير من التحديات فكرة الثوابت المصرية في انها دايما عندها طريقة سبتة في انها بتعظم المصلحة القومية دائما وابدا وفي نفس الوقت بتحافظ على استقرار الدول المحيطة بها ازاي دينا نعمل كل ده في نفس الوقت في مرحلة كانت شديدة الحرج الفترة اللي فاتت هو حركة القرى الافريقية بتواجه العديد من المشاكل والتحديات جزء من هذه التحديات مشترك مع مصر اللي هو على سبيل المثال الارهاب ومكافحة الارهاب في هذا السياق ده من القضايا اللي بتهم العديد من الدول الافريقية وممكن نستطرد اذا كان فيه وقت موضوع تاني حارتك مصر لها خبرة كبيرة فيها اللي هو حارتك البنى التحتية مصر لها خبرة كبيرة في البنى التحتية والسدود والمشاريع القومية العملاقة لعل في مقدمتها السد العالي على سبيل المثال وليس الحصر ثم المشاريع القومية اللي تنفزت خلال العشر سنوات الماضية فيه شركات مصرية سواء قطعام أو قطع خاص نتيجة نتيجة للخبرات المتركمة من عملها عبر عقود في مصر اكتسبت خبرة كبيرة خلتها في مقام الشركات متعددة الجنسية في العالم وبالتالي هذه الشركات شركات القطاع العام المصري شركات القطاع الخاص المصري لها دور وتبني ولها مشاريع في عدة دول أفريقية وفي إطار الرئاسة المصرية للإتحاد الأفريقي كان دائما إذا رجعنا لكلمات السيد الرئيس خلال تولير الرئاسة للإتحاد الأفريقي من 2019 ل2020 هللاحظ كان التركيز على عدة برامج في خطة الاتحاد الأفريقي التطوير البنى التحتية في حارتك برنامج طموح داخل الاتحاد الأفريقي اسمحك تطوير وتنمية البنى التحتية ده غير القاهرة كبتان ده من ضمنه البنى التحتية هنا بقى حارتك الطرق البرية السكك الحديدية ربط القر الأفريقية بمواني ومطارات لتسهيل التجارة البينية بين الدول الأفريقية فالقضايا اللي مصر اللي بتهم مصر حارتك في الداخل المصري هي أيضا قضايا أو جزء منها قضايا بتهم القارة الأفريقية ومصر والحمد لله لها خبرة كبيرة ومعترف بيها دوليا في هذه المجالات طبعا إذا أحب أقول برضو الدور المصري في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القرية ومصر بتدفع في هذا المجال وأتصور يعني فيه خلال تواجد السيد الرئيس في زميا هيشارك السيد الرئيس في قمة الكوميسا الكوميسا اللي هي الاتحاد الاقتصادي لدول شرق أفريقيا ودوت مصر من الدول المؤسسة لهذه المبادرة في التسعينيات من القرن الماضي ومصر بتولي التجمعات الاقتصادية الأفريقية أهمية كبرى في إطار اهتمامها بتطوير بتنشيط منطقة التجارة الحر القرية الأفريقية أكيد سعد السفير احنا في قراتنا مازالت مستمرة لكن خلينا نتوقف لحظات لفاصل ونرجع نستكمل حلقتنا سعد السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق موجود معنا في الستوديو للتحدث عن ملف الدبلوماسية المصرية في آخر عشر سنوات بالإضافة لتبعات زيارة الرئيس السيسي المختلفة لمنطقة الجنوب الأفريقي خلينا مشاهدي نطلع فاصل ونرجع تاني نستكمل بقية حلقاتنا مرحب بحضرتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ولسه مستمرين مع ضفنة الكريم سعدة السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق للحديث عن ملف السياسة الخارجية المصرية والدبلوماسية المصرية تحديدا في عشر سنوات بنتحدث عن ملف يمكن من أهم الملفات التي خاضتها مصر بعد ثورة 30 يونيو تحديدا فأسأل حيك سعدة السفير كنا فين وأصبحنا عين في الدبلوماسية المصرية في عشر سنوات مما لا شك فيه أن العشر سنوات الماضية حضرتك كانت سنوات داخل مصر وعلى مستوى الإقليم الإقليم هنا الشرق الأوسط شمال أفريقيا الخليج بعد المناطق في أفريقيا وعلى مستوى العالم كانت سنوات تغيرات وحراك يعني بيمثل تحدياً كبير أمام صانع القرار السياسي في القاهرة وفي مثل هذه الأوقات الحرجة دايماً الأوقات التي يحصل فيها تغيير انتقال سواء من مرحلة لمرحلة أو من حالة إلى حالة بتبقى محتاجة إلى قراءة متأنية وقراءة موضوعية لطبيعة هذه التغيرات ومداها لأن هذه التغيرات بتفرض على صانع القرار أنه هو يستجيب إليها لا يستطيع أن يقف أمامها دون حراك أو دون الاتخاذ مواقف للدفاع وحماية الجبهة الداخلية بحيث أو دعوني أبلول الفكرة بالطريقة دي كيف يمكن كيف يمكن توظيف هذه التغيرات لخدمة الداخل وكيف يمكن حماية الداخل من بعد هذه التغيرات خاصة في ظل منطقة حدودية ملتهبة وبتموج بكثير من التحديات فإذا حدرتك نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط إذا نظرنا لشمال أفريقيا إذا نظرنا حدرتك للجنوب الحدود الجنوبية المصر اللي هو القرن الأفريقي الأوضاع كانت حدرتك سريعة التغير ودور القوى الدولية في هذه التغيرات كان يعني بيختلف من قوة إلى أخر استطاعت مصر خلال العشر سنوات الأخيرة أن هي حدرتك تبحر في هذا البحر الأمواج بتطلطن فيه استطاعت أن تبحر بهدوء بهدوء وبراوية وبعد نظر وبالتعامل التعامل الهادق مع هذه الأمواج هذه التغيرات على سبيل المثال يعني كلنا نتذكر إزاي حضرتك حضرتك الدولة مفهوم الدولة في منطقة الشرق الأوسط وفي مصر في بداية العشر سنوات كان معرض للنهيار تماما على دوق داعش على دوق كما تعلمونا أنه فجأة في الربيع العربي أو بداية الربيع العربي أو منتصف الربيع العربي وجدنا أن الشرق الأوسط أمام ظاهرة أن جماعة إرهابية بتستولى على تقريب في سوريا والعراق تقريبا منطقة جغرافية تساوي حرتك البريطاني نص نص بريطاني ودخلت تاني أكبر استولت على تاني أكبر مدينة في العراق الموصل في يونيو 2014 فكان الدولة الوطنية بين مزدوجتين في الشرق الأوسط سوريا العراق وحاولوا في سيناء أنهم أيضا يقرر التجربة فمصر انتصرت في هذه المعركة ومصر حاربت مصر أما كانت بتحارب في سيناء وطبعا بنترحم على شهداء القوات المسلحة وشهداء الموليس والشهداء من أهالي سيناء نفسهم بنترحم عليهم لولا هذه التضحيات ما كانش الدول الأخرى استطاعت دي كانت قوة دفع الدول الأخرى سعد السفير ما كناش إحنا استطعنا ننعم بالأمن والأمان والاستقرار بدون شك النقطة الأخرى هو أنه العلاقات الاقتصادية الدولية خلال العشر سنوات الماضية أيضا بتتعرض إلى التحول العولمة ظاهرة العولمة ظاهرة العولمة كما عشناها في فترة معينة بتتغير الآن بتتغير الآن لأسباب تتعلق بطبعا تأثير الحرب الأوكرانية تأثير الجائحة كورونا على دول العالم لكن كمان بتتأثر وتتغير نتيجة للتنافس الشديد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فطبعا مصر يعني على سبيل المثال الحرب الأوكرانية تدعيات الحرب الأوكرانية نعم على مصر وعلى الدول النامية حقيقة تدعيات يعني سلبية نعم بالنسبة للمصر بالنسبة للمصر طبعا استطعنا أن نقل إلى حد كبير من التدعيات السلبية نتيجة للسياسة خارجية منفتحة على كافة القوى الدولية والقوى الفاعلة في النظام الدولي فده مكن صانع القرار المصري أنه يقلل أو يحتوي التدعيات السلبية للحرب أوكرانية وعلى سبيل المثال وليس الحصر موضوع الأمح موضوع يعني احنا تأثرنا من ارتفاع أسعار الأمح نتيجة لهذه الحرب نقص الإمدادات لكن استطعنا بهذه الدبلوماسية الفعالة المنفتحة على كافة القوى الدولية والقوى البازغة استطعنا استطاع صانع قرار المصري أنه يقلل من التأثير السلبي لتدعيات الحرب الأوكرانية يمكن سعاد السفير ده كان في الأمس القريب لكن خلينا نعمل نظرة بانورامية لآخر عشر سنوات ونقسم ملف العلاقات الدولية لأماكن مختلفة لو قلنا مثلا ملف الحوض الشرقي للبحر المتوسط ملف العلاقات المصرية الصينية العلاقات المصرية الروسية العلاقات المصرية الخليجية العلاقات المصرية في أفريقيا لو أسمناهم يمكن للعديد من الملفات نقدر نشوف الطفرة اللي حصلت والانفتاح على مختلف القوة مع وضع في الاعتبار دايما السيادة المصرية ووجهة نظر صانع قرار في الأمن القومي المصري نمتدي بملف زي ما حرك كنا منتكلم الحوض الشرقي للبحر المتوسط اتفاقيات ترسيم حدود وجود اكتشافات غاز وجود مصر عضو في منتدى الغاز يعني اعتقد الوضع كان بشكل وإحنا كان عندنا أصلا مشكلة بترول وكان عندنا مشكلة سداد ديوننا البترولية تحولنا لأماكن منتجة وكمان في نفس الوقت كمان عندنا اكتشافات واستثمارات طبعا يعني احنا ما بننظر للسياسة الخارجية حاج بننظر للكل فطبعا منطقة الشرق المتوسط اما مصر نظرت اليها هي نظرت اليها منطقة الشرق المتوسط والشرق الاوسط والشرق الاوسط لكن بالنسبة تحديدا بالنسبة حضرتك للشرق المتوسط مصر طرحت مبادرة في اكتوبر 2014 بمبادرة الشرق المتوسط المبادرة دي كانت بتتلخص هدفها بيتلخص في انه نظرا للاكتشافات البترولية والغازية الكبيرة في شرق المتوسط مصر ارادت انه هذه سروات تكون مدعاء للتعاون وليس مصدرا للصراع والمواجهات بين الدول وتطورت هذه المبادرة المبادرة دي في البداية كانت سلاسية مصر واليونان وقبرص ثم نمت وتطورت اليوم في منظمة اقليمية لمنتدى غاز شرق المتوسط والولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال دولة مراقب تتمتع بصفة المراقب في هذه المنظمة لكن في نفس الوقت في اطار هذه النظرة الكلية للإستراتيجية المصرية في هذه المنطقة الممتدة من البحر المتوسط الى الحدود العرقية الإيرانية والخليج رأينا ان مصر ايضا طرحت حضرتك في 2020 مبادرة حول التعاون السلاسي بين مصر والأردن والعراق ودود بينطلق من انه الدول التلاتة في تواصل جغرافي فيما بينهم ممكن يبقى فيه مشاريع للتكامل الاقتصادي سواء في الربط الكهربائي او في التجارة او في حارتك البنى التحتية مسائل التشهيد والاعمار وفي هذا الاطار عقد مؤتمر حوالين الدور اللي ممكن تلعبه شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري المصري في العراق كما برضو المعركة الاخرى الالقائية وضع سوريا في الجامعة العربية ووضع سوريا في العالم العربي على دوق ان سوريا كانت ضحية للارهاب ولتواطق بعد الدول بدون تسميتها وبعد القوة الدولية في دعم جماعة داعش الارهابية في البداية وبالمناسبة وزير الخارجية الامريكية بيقوم بزيارة للسعودية ومن ضمن فعاليات الزيارة الاشتراك في مؤتمر التحالف الدولي التحالف الدولي لضحر داعش اللي كونته الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا إدارة الرئيس أوباما في عام 2014 2015 ومصر شريك مصر عضوة في هذا التحالف الدولي فالقضايا كلها حارتك متشابكة ومتربطة لكن وضع سوريا سوريا رجعت نتيجة أن مصر ساهمت في بلورة إجماع عربي على ضرورة عودة سوريا وعودة سوريا من وجهة نظر مصرية هي لا علاقة لها بالنظام الحكم أو بالحكومة في سوريا سوريا كدولة ودائما يعني يمكن أحد المبادئ الأساسية بمعنى نحن بنتكلم على السياسة الخارجية المصرية في العشر سنوات الماضية أحد الطرحات المصرية الأساسية والمتكررة هو دعم الدولة الوطنية صحيح ويمكن هذا المبدأ أو الهدف الذي انطلقت منه الدبلوماسية المصرية في تعاملتها مع الدول الصديقة والدول المجاورة وأيضا سواء كانت دول إقليمية أو عالمية فكرة هو دعم مؤسسات الدول دائما في الدول التي يكون فيها نوع من أنواع النزاع دائما ما تتبنى مصر وجهة النظر التي تخرج من قلب هذه الدولة من أهل هذه الدولة تحديدا لحل المشاكل فيها وأبدا لم تتدخل مصر في يعني الشؤون الداخلية للدول وتحترم سيادة الدول وحدود هذه الدول يعني منشكر حقيقة في النهاية سعادة سفير حسين هريدي وزير المتحدة مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت يضيف عزيز علينا دائما 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 بنستفيد من العفوة شكرا شكرا